اشتركوا في القناة عشان يبقى اي كلام بتاعه مقبول واي كلام بتاعه منسوب الى ده واحنا كمان لازم يكون واضحين جدا جدا فيه ناس كتيرة بيستخدموا ده ويحولوا المسائل دي الى اشكال من اشكال النصب زي الناس اللي بتحاول تعمل الكلام دوت وتحاول تنشر حاجة زي مسألة العلاج من السحر والعلاج من الحسد ويعملوا حالة كبيرة جدا جدا من الخرافة في حياة الناس يا سيد احنا لابد ان احنا نتابع بشكل صحيح احنا الذكر جاي عشان يعقد الصلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى وهو له تأثير نعم ولكن بمقدار وصل العبد بربه سبحانه وتعالى مش بمقدار ان الانسان يحس ان حياته بقت عرضة لاي حد يعبس بيها احنا كمان عايزين يبقى عندنا وعي ونقاوم كل هذه الاشكال من الاشكال التلاعب بالدين والحصول على مصالح من خلال بعض المفاهيم التي تروج وبعض الناس يجوا وياخدوا بعض الالفاظ الموجودة في الشرع الشريف وانتوا هتنكروا ان فيه نوع من انواع الحسد من شر يحاسن اذا حسد يقول لك اهو وانتوا هتنكروا اللي موجود في الدين ده شكل كمان من اشكال استغلال الدين وشكل من اشكال كمان صناعة ودائما نقول للناس اللي هيعمل دين موازي بيعمل للناس حياة موازلة حياة وهمية كده ما فيهاش حقيقة حياة تاخد الانسان مش قريب من ربنا هتاخد الانسان بعيدة عن ربنا ولذلك احنا لابد ان احنا نكون واضحين ان التدين الموازي ده مش بس بيفسد حياة الناس بس ده بيفسد حياتهم واخرتهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ده كمان بيمنع عندنا كمان الوصل بالله سبحانه وتعالى خلوا بالكم من اللي بيسرقوا حياتنا وبيسرقوا ديننا من خلال الدين الموازي معنا مين؟ أستاذ محمود اتفضل ألو السلام عليكم يا شيخ عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع حضرتك محمود من الله سلم نزول كتراءة فالخصة وانا سعيد ان انا بكلم حضرتك يا شيخ عمر والله الله يسعد ايامك ولا يليك كلها بالوصل بحضرة النبي والوصل بالله سبحانه وتعالى يا رب بحاجة النبي والله يا عائلتك تدعيل عن مشيق الله يبلك لك لي والولدتي يشبع عنها يا رب الله يبلك لك يا رب ربنا إن شاء الله يعجل لكم بين تمام الأجر وتمام العافية وإن شاء الله يجعلكم إن شاء الله في حفظي وفي عنايتي وأنظر إليكم بنظر اللطف والرحمة والود ويجعلكم إن شاء الله من أهل العافية التامة مع السلامة وتوام التعلق بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا ما يحرمكم أبدا من لطفه ولا يحرمكم أبدا من كرمه معانا الاستاذ صلاح اتفضل الاستاذ صلاح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا اتماعت يا دكتور اتفضل يا سيد انا كان كالبني خاطب ومحكمش انا صف الخضوة بتاعته طيب مش بالحق نظام الدهب او اي مادة او حاجة زي كده اللي هو الشابكة يعني اه الشابكة اه طيب انت حدك بتتسأل بقى عالي الشابكة دي يستردها ولا لا نعم هل تسأل عالي الشابكة يستردها ولا لا لما تنفسخ الخطوبة اه طبعا بس سيد الشابكة اللي جرى عليه الفتوى في ديار الافتار المنصدية وفي الديار المنصدية ان الشابكة دلوقتي جزء من المهر ليه لانه لما بيقدم الشابكة بيقدم الشابكة على ان دوت جزء من الصداق وجزء من المهر والدليل على ذلك حاجات كتيرة منها لغاية دلوقتي انه بيتكتب كمان ده في الأيمة اللي هي بتحفظ في بعض الأحيين بعض حوق الناس وأن الناس نفسهم بيجوا وهم بيحسبوا المهر بيحسبوا جزء من الشبكة اللي تقدمت كل ده بيأكد أن الشبكة هي جزء من الصداق وجزء من المهر لأن ما كانتش فيه قبل كده فكرة الشبكة دي فهي الشبكة بتبقى جزء من المهر وصحيح هي جزء من المهر والناس بتمارس مع بعض الأشياء إن تتباع وبعدين تتدخل في الجواز لا المفروض إن جهاز البيت كله على الزوج لكن دوات عملناه كنوع من أنواع المشاركة للمجتمعية فبما أن الشابكة جزء من المهر إذا ما تمش الزواج يبقى خلاص بترجع الشابكة للخطيب لأنه هو قدمها كجزء من المهر والجواز لما تمش يبقى ياخد الشابكة بتاعته طب وهي الشابكة بتبقى عندي أهل المخطوبة على سبيل الأمانة لغاية ما يتم الجواز فإذا تم العقل خلاص بتستحق نصف الشابكة وإذا دم الدخول بتبقى الشابكة كلها بتاعتها ده لازم يبقى واضح لنا جدا أستاذ محمد يتفضل السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك يا مولانا دلوقتي ساعة الصيام ساعة الفجر من جرد من الواحد ما بيشرب من جرد من الأدان بيقول الله أكبر هل لو أنا شربت المية ولا مستنى ما يتشاهد يا مولانا لا مفيش حاجة اسمها دلوقتي يا جماعة الخير ربنا يبارك لكم ربنا يحفظكم مفيش حاجة اسمها لغاية ما يتشاهد لفظ A في الله وأكبر ده معناه إن خلاص الوقت دخل إحنا مش بنصوم بالأدان الأدان ده علامة على دخول الوقت إحنا بنصوم بتضوع الفجر أول ما يطلع أول ما ييجي وقت الفجر يبقى خلاص يعني واحد مش موجود في مكان ما سمعش الأدان هيصوم إزاي؟ هيصوم على التوقيت فبدل المؤذن قال الله وأكبر ده يعني أن وقت الصيام دخل مع لفظ A فلازم يمتنع الإنسان من الشرب الفكرة بقى لغاية التشاهد دي أنا عدت أبحث عنها كتير هي جات منين؟ بس هي فكرة لطيفة ليه بقى؟ لأنه عايز يقولك إن التشاهد ده هو ركن الأزان إحنا بنأذن عشان ركن التشاهد يبقى الأزان مش هيبقى أزان غير لما نوصل للتشاهد كلام ده مش حقيقي الأزان علامة على دخول الوقت ولذلك أول ما يقول الله أكبر خلاص نمتنع ومن ننتظرش إلى التشاهد كده واضح ولو سمحتم لازم الفكرة دي تزول عننا لأن الفكرة دي ممكن تؤثر على صيام الناس معنا الأستاذ محمد مرة تانية السلام عليكم تفضل يا سيدي عليكم السلام عليكم حضرتك كنت بس لبا الشيخ بس أنا دلوقتي عندي ولد وبنتي مكنتش عملت له معقيقة طيب ربنا قرمني وجبت سيارة فكنت حل سمعت إنه فيه سولنا على رسوله السلام إن أنا أجبح لها حاجة نعم نجمع بين العقيقة وبين الدبح للسيارة الجديدة عاي يكون عندك عجل ولا عاي تضبح بس شاه لأ شاه طيب يعني عاي تضبح شاتين العقيقة للولد هو ولد ولا بنت ولد وبنت ولد وبنت يعني أنت عاي تجيب تلاتة تلاتة الغرض اللي أنت فيه خلينا بس أقول حاجة ما فيه سنة خاصة بشراء الأشياء الجديدة ولكن هو يستحب أن أنت لو أنك تصدقت عندما تشاري شيئا جديدا أن هذا يزيد فيها البركة نعم ورد أشياء كثيرة بس ما وردش شيء خاص بخصوص الزبح لكن ورد بخصوص التصدق أن الصدقة بتملأ الأشياء الجديدة باركة وبتخليها في حالة حفظ لأن أنت لما تتصدق بخلاص أنت أودعت الشيء ده في حفظ الله سبحانه وتعالى فيبقى على ذلك أنت لو أنك أنت عملت العقيقة لأولادك لتنين إن شاء الله يحصل البركة وكده يحصل كمان التصدق اللي هو عندي شراء الأشياء الجديدة وإن شاء الله تحصل البركة فعشان كده يبقى اللي أنت عملته ده سيحقق المراد إن شاء الله يا سادة نلتقي بعد الفاصل عشان نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذ محمد من القرى يبقى عندنا النهاردة 3 محمد أنتو عارفين إن محمد دوت أكتر اسم يسمي بيه على وجه الأرض فالحمد لله على بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تفضل أي سيد محمد سأخير إزاك يا سيدنا الشيخ إزاك يا سيدي عمل إيه الحمد لله ربنا يقتل من المحمدية إن شاء الله يا رب يا رب تفضل إيه أنا طبعا لحضرة سؤال دلوقتي أنا شغال في الشركة الطاقة الشمسية تمام؟ وإنما نخطط طاقة الشمسية لأرض الزراعية والكلام دو وكده فطبعا المزارعين ما بيبقاش معاهم المبالغ اللي هو ستعمل محاطة الطاقة الشمسية مثلا ب700,800,000 وخشرة مليون جيني تقريبا فبتتعصت بقى فبندطر ان احنا ندخلهم البنوك نسهلهم طريق ان هما يجيبوا تمولات من البنوك طيب يعني البنك عيمول انشاء خدمة الطاقة الشمسية للأراضي الزراعية بالضبط او شركات تمويل طيب فدي انا عنكم تعتقد اتقال هي حلال ولا حرام هو الشيك بيطلع باسم الشركة عندنا يعني ما بيطلعه ما بيطلعه للعميل في ايده هما بيطلعه هما تروس على طول بس هل هما بيتكلموا ان في فايدة في فايدة 13% وفي فايدة 5% دي مش فايدة ولا حاجة ما لقاش علاقة بالفايدة ده خالص ده ما لوجه دعوه علاقة بالفايدة خالص الراجل بالوقتي البنك او شركة التمويل عملت ايه اشترت الالواح واشترت الخدمة من حضراتكم وبعيتها للموجه وبعيتها لصاحب الارض الزراعية فالكلام ده ليس فيه ادنى شبهة ادنى شبهة حرمة لان فيه سلعة ايه السلعة دي سواء الالواح او الخدمة نفسها احنا عندنا حكتين انتوا بتقدموا حكتين بتقدموا الالواح والالواح دي سلعة وكمان بتقدموا خدمة اللي هي خدمة تشغيل الالواح دي صح كده فكأنك بتقدم مشروع بتقدم اداة وبتقدم الخدمة نفسها فاللي حاصل ده ده جائش شرعا وليس فيه ادنى شبهة حرمة ولا يعلاقة له بالربا فسأل عندي سؤال بقى يا سيد محمد طبب انت بالصح في الشرك ومشتغال في الشرك فرجاءا ما تسمعش كلام الناس اللي بيعملوا حاجة اسمها ايه انا بسميه ايه الربا السحري يبقى ربا فينتقل الى ربا ينتقل الى ربا اللي يسأل السؤال ده الشركة وعلى فكرة الشركة مش تنفع تسأل السؤال ده لانها شخصية اعتبارية فعشان كده انا بقولك كده ليه عشان تشيل هذا الوسواس من ذهنك تماما واضح؟ انت اموالك حلال وليس فيها اي شبه تمام كده سيد محمد معانا ام رحمة نسي معانا ام رحمة عليكم سلام عليكم السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلت سألين حضرتك طيبة حضرتك طيبة وبصحة وبسلام انت ومنك حدي بقول لحضرتك انا من تزوجي ومعي تلات اولاد مم. فدلوقتي زوجي ما بيتكلمش مع على زي اي زوج بيتكلم مع زوجته وكيدو ومعوا اولادو. مم. فدلواتي برضو كله مرة نطلب منو فلوس بنتي في مدرسة ولا حاجة ما بقدرش يدي بيبدل يشتم ويزع للبنت وكيدو. طيب. فانا شغلة دلوقتي برضو في البيت جنب والدتي يعني في البيت في المنزل بشتغل. يعني بتعملي عمل بنزلي يعني. بتعملي عمل منزلي يعني. اه اه اه. تفضلني. فدلوقتي انا هو اللح ما دول ما بيطلعش حاجة انا اللي بطلع. طيب. فدلوقتي هو. انت كل كل اه براحمة دي كل كل عبارة بتقولي لي حاجة ينفع فيها السؤال. فين السؤال بقى? السؤال دلوقتي ان انا كاستي الاولاد والانبوبة بتاعت اه مفاجة بقى لعشرين يوم. مش عايز ايه يدفع حاجة. ومامته عايزان انا نركبها وانا اللي اكله واشربه. ينفع حضرتك. اه يعني ايه بقى السؤال خلينا صغير السؤال بتاع حضرتك. يبقى ينفع ان انا اصرف عليه هو والدته كده صح? لا هو هو في البيت قائد كده مش عايز تصرف? اه لا طبعا اولا اولا اذا كان هو معه ما ينفقه على الاولاد هو وهو لا ينفق او هو قادر على الكسب وهو لا يكتسب يعني ما بيخرجش للشغل. لا بيشتغل. ما نعوب اقول اهو? اسمعيني. اذا كان هو قادر على الكسب ان هو يزود كسبه عشان ينفق عليكم ويكفي البيته وهو ما بيعملش كده. هو حرام عليه ده. هو معه فلوس بس في النفس. ايه يستغل نفسه. طب اسمعيني طيب ايه مراحل. ايه شو حاضر. اسمعيني. او هو معه فلوس ومش عايز يصرف على عياله وبيته ده حرام. وده وقت من اعظم الاسم. وهذا ظلم. ولا يجوش شرعا. في بقى السؤال بتاع حضرتك بتقولي هو ينفع النجوزي يمتنع عن النفقة وهو قادر على النفقة. لا حرام. حرام. هذا حرام. وهذا ظلم. وهذا كمان ما فيوش رجولة. يا جماعة الخير ما تعرضوش اولادكم وبيوتكم الى الفتنة. دي شوية اوراق ربنا جعلها بس عشان نفرح ونسعد مع بعض وتتربط حياتنا. لا هي مقصودة في ذاتها الاموال دي ولا هي مقصودة في ذاتها ولا ينفع الواحد يعيش لها. احنا بنعيش عشان القيم. بنعيش عشان الاخلاق. بنعيش عشان المحبة. بنعيش عشان نحس ان احنا لنقيمة في حياة الاخرين. بنعيش عشان محبة الله سبحانه تعالى والاقبال عليه والتعمير في الكون وبنعيش عشان نتزكى. الكلام اللي بيحصل ده حرام وما يجسي. وما ينفعش ان نتخلي الست بتاعتك توصل لحد الانفجار بهذه الطريقة. فاتقوا الله سبحانه تعالى واحفظوا بيوتكم. البيوت دي نعمة من نعم ربنا. فلابد ان احنا نشكر النعمة دي ونحافظ عليها. ولان شكرتم لأزيد انكم. فلابد ان الرجل ينفق. والنفق واجب عليه. ولا يجوز ان هو يتهاون في هذه النفق. معنا السيدة محمد. سلام عليكم. اتفضلي فانو معاليكم. سلام عليكم. اتفضلي. ازاي حضرتك كل سنة. نعم. الحمد. حضرتك انا عندي سؤالين. سؤال يخص والدتي الاول ان هي تعبانة شوية. والدكتور منحها من افطيام. ربنا ان شاء الله يجمع لها من تمام الاكل والعافية ان شاء الله. يا رب. ففي حاجة بس هي مضايقاها جامد. انا مش عارفة عاملها. يعني هي. التحكم في 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 البول ما ما بقيتش عارفة تتحكم. فبالتالي اه مش عارفة تصلي خالص. ولا حاجة ولا حاجة خالص. عامل لها ازمة نفتيها جامد. انا ممكن عامل لها حاجة في الموضوع ده. اه طبعا اقول لها حضائك حاجتين. ممكن نعملهم. الهي السؤال التاني. السؤال التاني بدي خصوص زوجي. يعني كان فيه مشكلة بيني وبينه من ثلاث سنين او ثلاث سنين ونصف. فاللمشكلة دي احنا موجودين في نفط البيت. بس هو من ساعة المشكلة دي. اه وهو ما بيتعملش معي خالص. ما ما بيصرفش علي خالص. او بيصرف في البيت قويس. انما علي انا على اولاد. انما علي انا لأ. طيب وكده اي بقى كده فيه فيه. ما فيش تعامل. ما فيش تعامل بيني وبينه خالص. اه من ست شهور بينام في اوضا منتصلة. طيب. اه فمش عارف انا اعمل ايه. وهلأ انا. يعني حتى لما اجي اخرج او حاجة يقول لي انا. انا مش عايز اعرف كيف عنك اي حاجة. ما تقوليش انت اه يبقى كده. ايبقى كده. انا انا بقى حضرتك عايز اعرف. بس انا كده. اه هبقى مزنبة لو خرجت من غير ما اقوله. لو عملت حاجة اه مثلا. اعجابة على حضرتك. اعجابة على حضرتك حاط. بس يا ستة محمد. اول حاجة. اول حاجة بالنسبة بالنسبة لولدتك. هي تتحفظ. يعني تتحفظ وتتوضع لكل سراتة. اذا كان زيادة ما تقدرش انها تتوضع الكلزة. تتحفظ. وتصلي سليطانين بها هذا الوضوء. وده وتعلى ما قاله اه شيخة ليش. يبقى اذا تعمل كده. طيب. اه طب اي مش قادرة توضع. تتيمم. بس هي تصلي. ما فيش حاجة اسمها ان هي مش قادرة تصلي. اه مش قادرة تحكم في البول. يبقى ايها اه تتحفظ وتخير تغير حفاظة ديت وتبقى وتصلي. سواء بقى الحفاظة دي من الحفاظة من الحفاظات المعروفة لأهل سلسل بول الكبار معروفة. عندهم حاجات زي كده في وسائل معينة. او تتحفظ باي تحفظ اخر وتغيروا مع كل ايه? وتغيروا مع كل وضوء. يبقى ايه اذا دوت بالنسبة بالنسبة لزوك حضرتك بقى الحل اللي يبقى على طول لازم دي من الاحوال المعروفة ان هي محتاجة ارشاد زواجي. فحضرتكم شرفونا في دار الافتاة المساعدية في المركز الارشاد الزواجي لان هي محتاجة تدخل وتدخل سريع وانتوا اخطأته لما قعدته تلات سنين على الوضع ده لغاية ما وصلنا ان محدش عايز اعمل اي حاجة للتاني. وانت بتسألي انا لما اخرج هو ازلي وقال لي انا مش عايز اعرف حاجة عنك ده ما فيهوش حرام عليك بس فيه شيء ممكن يهواصلكم لحرم اكبر هو تضييع البيت. تعالوا عشان نتكلم ازاي البيت ده يرجع مرة تانية متماسك بانور الله سبحانه وتعالى. يا سادة احنا في الليالة احنا في الليالة العشر. والنهار ده بنكون في ظل الانوار المباركة في الوتريات. فتعالوا نقول سبعية اسمها سبعية الوتريات مجربة في الرئالة الوترية في العشر الاخيرة من رمضان. سبعية بتقول ايه? يا كريم ذنبي عظيم فاخسل لي قلبي. يا ملازي بك احتمي فحصني مني. يا قوي بك استعين على كل ضعفي. يا ودود رداق قصدي فعجل هداي. يا غني امدد فقيرك فمل لي غيرك. يا ولي دبر حياتي وانظر لحالي. يا مراضي حرر فؤادي واقبني عبدك. نول مرة تانية. نول يا كريم ذنبي عظيم فاخسل لي قلبي. يا ملازي بك احتمي فحصني مني. يا قوي بك استعين على كل ضعفي. يا ودود رداق قصدي فعجل هداي. يا غني امدد فقيرك فمل لي غيرك. يا يا ولي دبر حياتي وانظر لحالي. يا مراضي حرر فؤادي واقبني عبدك. اقبنا يا رب عبادك. واجعلنا مع العبد الاعظم المبارك العبد الكامل حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي نشر انوار العبودية في حياتنا فعلمنا ان احنا في حماك. ودخنا في حضرة أليس الله بكافر عبدة. ودايما نقول له احنا بننظر الى وجهه. وفي صحبته بين ايديه. نقول له. وحقك يا حبيبي ان قلبي. فكيف اذا رأيت بام رأسي جمال الحسن في احدى الليالي. يا رب اجعلنا دايما في حضرتك. وندخل عليك من باب حضرة النبي. واحنا مسكين في ايديه. ونسير معاه مع سرته. ونسير معاه في خطوته. ونبقى دايما من اهل الاتباع لي. يا رب اكرمنا دايما ان احنا نكون في اسرار المرء مع من احب. ونشعدك باننا نحبك ونحب رسولك. اكرمنا يا كريم برضاك عن المحبوبين. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. يا رب العالمين. اشتركوا في القناة